محطتنا التالية زينب موضوع بهم كل الأمهات والعائلات اللي عم يتابعونا اليوم يمكن عكلاتنا زينب عم نعش بظروف صعبة واستثنائية وضغوطات معيشية واقتصادية حتى ضغوطات نفسية مع كل هالظروف لازم نقدر نربي ولادنا بطريقة صحيحة وسليمة نفسيا كيف ينا نربيهم يكونوا أصحاب شخصيات قوية ما يكون عندهم مشاكل نفسية اليوم عم نعاني كثير بجميع يمكن الروضات كثير من الأنسات واستضفنا كثير استشاريين عم يحكوا قداش في عنا أطفال عنيدين طريقة التعامل عم تكون معهم صعبة كل هالأمور رح نحكي عنا أكتر مع رينا أيوب استشارية الطفولة المبكرة يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يسعد صباحك أهلا وسهلا فيكم يسعد صباحك يا رينا يعني كل مرة موضوع جديد اليوم نحكي عن العنادية أو العنادة عند الأطفال أول شي خبرينا هلأ خلينا نقول 99 فاصلة 99 فاصلة فاصلة أن الأطفال عندهم عناد تشبث بالرأي متعودين على نمط معين هلأ خلينا نعرف العنادية عند الأطفال كيف ممكن تعرف أنه ابن عنيد لأنه صار مصطلح عنيد فطفاض لأي تصرف لعند الأطفال وتانيا ليه نحن نسمح لهذا العناد يطور لمراحل مزعجة للأهل يسعد صباح كون الفكرة العناد تجي من فكرة العصبية والعصبية إلى كتير أسباب ممكن تكون عضوية إذا كان عنده نشاط زائد بالغد الدراقية أو نقص بالحديد هذا الشيء نحن كتير منتجاهله لأنه مناخد السلوك فورا بدون ما يكون مؤشرات لشو فيه خلف هذا السلوك تاني شيء فيه أسباب كتير أسرية اللي هي المشاحنات اللي بتصير بين الأطفال أو الأقران إذا كانوا بمختلف الأعمار أو بين الأب والأم تجاه هذول الأطفال كما بيربي عندهم عند وعصبية كتير كبيرة الثالث خطوة والخطوة الأهم هو الأسليب التربوية اللي بيكون فيها نوعا ما من أو الدلال الزائد أو القسوة والحربان الأكتر من الأشياء التانية المتاحة للطفل من توازن مثلا بشخصيته من إعطاء الحرية بأغلب الأوقات أنه يعبر عن رأيه بمساحة شوي حرة لإله بدون ما نحن نتدخل بيقول إيه أو لا عم بتأدي هاي الأسباب كلها لعناد وعصبية العصبية هو سلوك فطري أبدا ما نهو سلوك فطري هو سلوك مكتسب أبدا ما نهو فطري لكن ممكن تكون المورسات إلى 25% نتيجته 75% بيجي عن طريق البيئة ونحن سببه يعني أبدا الطفل ما بيخلاق عنيد أو بيخلاق عصبي نتيجة الظروف المحاطفين نتيجة البيئة نتيجة الأصوات اللي ممكن يسمعها نتيجة التقليد لأن الطفل بهذا العمر هو بيقلق وبدو قدوة حسنة تكون قدام وللأسف ضغطاتنا نحن بتخلينا بلحظة معينة قد ما كنا ريقين منعصب قد ما كنا ريقين منحاول فورا نحزمه نقول لا حتى لو ما فهمنا هوني شو بدون بس لأنه نحن مقدرين نسمعهم بوقت معين أو مقدرين نسغي لطلباتهم أو أوامرهم بوقت معين فبصير في ردات فعلا عند الأطفال وبصير في هذا العناد الكبير خلينا نحكي معك عن خطوات تسلسلية سليمة لأن حتى ما تظهر بوادر العنادية عند الطفل وقدش قادرة فعلا أنا كأم أو أي أم عم تتابعنا يمكن هلأ بتقول أنه كل هيدا حكي على أرض الواقع ما عم مقدر أعمل هيدا الكنترول ما عم مقدر فعلا نكون ومنشوف حالات تحس بحالة الندم أنه بس نام أولادي أنا خانقتون ياريتني قدرت أضبط أعصابي خلينا نبلش هيكي بسطة شوي لكل الأمهات بعض الخطوات يعني إذا بدي بلش أنا مثلا اليوم حاول فعلا نتعامل مع الطفل لحتى أنا أكسب هيدا الطفل يكون عنده شخصية صحية سليمة نفسيا حمسي أنا أعرف أنه لش هو عم بيكون عنيد بهذا الوقت يلي هو عم بيعند على أشياء ممكن تكون من حقه أو ما نو من حقه أنا لازم لا أجهل أبدا عناده ولا أجهل عصبيته لازم كون مع الموقف لكن بهدوء اتعامل مع أي سلوك بدي يكون خارجي وخارج عن إرادته بهدوء ما أتعاطف مع الموضوع ما لبي له طلباته ما لبي له رغباته مشان ما يتعود هو أنه بعناد معين أو بموقف معين هو بيقدر ياخد اللي بده ياه مع الأيام الحياة ما رح تقدر تعطي اللي بده ياه وهذا الأسلوب مع الأيام رح يكتشف أنه هو ممكن يخسروا الأقران ممكن يخسروا الناس اللي حواليه أو اللي بيحبه نحاول نكون شوي واقعية كل الأطفال عنيدة بوقت معين أو بزمن معين بعمل الأربعة سنين والطفل بيعند لأنه بدي يثبت شخصيته صار عنده قدرة أكتر على الجمال التعبيرية صار عنده أكتر قدرة على الثروة اللغوية صار عنده قدرة أكتر بعضلاته الكبرى والصغرى أنه يتحرك بحركات معينة فهو فيه أشياء بيشوفه صح نحنا ممكن نتيجة الظروف نتيجة البيوت الديقة نتيجة الأسرة المحيطة فينا أنا نحس أنه هذا الشيء نكبت له ما نخليه يتصرف بحريته هذا الشيء بربي عنده ردات فعل كتير بتأثر على الدماغ وبتأثر على ردات فعله حتى اللبزية ممكن يكون العيناد بشكل لبزي ممكن يكون العيناد بشكل جسدي ممكن يكون العيناد بشكل حسي نفسي وهذا الأصعب اللي أحيانا نلجأ أنه منحس أنه فيه أطفال عم يلجأوا للخجل أو للتمرد أو للتنمر بسبب هذا العيناد البكبوت طبعا نحنا كلنا أمهات ورح نكون كتير واقعيين أنه هذا الشيء عقلنا كلنا كأمهات بنربضه لكن كواقعا بصير معنا فإذا الغلط مش من الطفل الغلط من احتياجات هذا الطفل اللي نحنا ما هم نقدر بأوقات معينة نلبيها كلنا مضغوطين كلنا عنا أوقات شغل وأوقات مستلزمات بالمنزل لازم نقوم فيها فما هلنا هذا الوقت حتى لو ربع ساعة إذا مننتبه نحنا ما منحاول نقعد مع أطفالنا بهالربع ساعة معهم يعني كلنا معهم بدون موبايل بدون تفكير بدون مننا نفكر شو بدنا نعمل بكرة أو كيف عم بتكون الأحداث عم بتمر علينا بطريقة يومية الطفل ما له محتاج غير الحنان والرعاية بهذا العمر للأسف عم نفتقد شوي من ضغطات الحياة أنه يكون عم نحن عليهم بالأشياء يلي عم بتعلمون يزيد عنادهم أنه شو ما بدون عم نلبيلهم احتياجاتهم منفكر أنه الحنان والحب عم بيكون أكتر بإعطاء المال ممكن أو بالهدايا ممكن أو بالمكافآت أو بأنه أخذوا نزهات كتير كل شي زاد عن حده بينقص بمعناه فبيربي ردات فعل كتير كبيرة للطفل الخطوة الثانية للأهالي كلها لازم تفهمها أنه أنا مجرد ما بلاقي طفلي عنيد أو عصبي أنا بدي شوف وين الميول بفطريته بمواهبه لحتى تقدر شوي تاخد حيز من القسم الأيمن بالدماغ ويشتغل عليها ولازم يكون في عندي دائما بيني وبين حالي قناعة أنه إذا الطفل عصب أو عند على موضوع معين هو فيه احتياج معين نفسي بحاجة لإله عم يعبر عنه بطريقة سلوكية غلط ممكن بصوت عالية ممكن بعض ممكن برفس ممكن بتكسير ممكن بإذاء لفظي أو إذاء جسدي للي حواليه أو لحاله فأنا حاول كون هادي بهذا الموقف أبدا ما جاد له بالوقت اللي هو عم بينفز هذا النشاط حاول كتير كون رايقة وبنفس الوقت ما تنشو لأنه الطفل بحس باهتمامنا لإله أنا لازم يكون فيه تقارب بصري بيني وبينه ومجرد ما بدي حس أنه بدلش بعناده أو بعصبيته يأذي حاله أو يأذي الآخرين حاول ناقشه بس ما أخذ منه اعتذاره حاول إفهمه بدون ما أطلب منه أنه هو يحكي لي عن غضبه حاول شوي اتماشى مع غضبه لوقت أنه هو ما يأذيه وما يأذي الآخرين بعدين بيروق بيهدي بيكون عنده أكتر من موهبة وأهم شيء تحت عمره 8 سنين لحتى نربي شخصية كتير حلوة بناءة نكتشف وين فطريت الطفل بالمواهب لكن الطفل فيه بالفطرة موهبة غير الهواية اللي نحن نلحقها بالتقليد أنه هلق درجة الموسيقى كلنا من سجل ولادنا موسيقى درج نمط معين فكري من سجل ولادنا كله فيه درجة لغة معينة لازم كل الأطفال تكون فيه هذا الشيء عم بأثر كتير على الموهبة عم بخلي الهواية لمجرد وقت معين وزمن معين تتماشى مع الظروف وتتماشى مع البيئة لكن بهذا الوقت نحن عم نقفل موهبة الطفل اللي هي مع الأيام رح تغني ورح تعالج نفسية من كتير مواقف ممكن تكون فطريته العزف ممكن تكون فطريته رياضية ممكن تكون فطريته فنية الفطرة بهذه الأشياء بالموهبة بتخفف كتير من حدة العناد والعصبية طيب يمكن عم تحكي على خطوات مهمة كتير المفروضة تتبعوها الأهل بس خلينا نحكي كمانا كيف فيهم الأهل يكونوا حازمين مع الأطفال اللي عندهم درجة من العناد مثل ما بيقولوا بين قوسين لا تحتمل يعني مترافق مع بكاء وصريخ وهي القصص يمكن اللي ما بيتحملوا الأهل أو مكتسبة من خلال أقرانه بالروضة أو بالمدرسة فخبرينك كمان عنهم دائما بيقول أني أشتاين لنحل المشكلة لازم نعرف وين المشكلة فهو فيه هون بدنا نعرف وين المشكلة اللي خلت الطفل يوصل لهذا الوعي يلي أنا لازم صرخ كتير أو أضرب حالي أو إذي حالي أو إذي لمقابيلي بالإذاء اللفظي أو الجسدي اللي يتحقق غاية معينة أنا مجرد معرفة أنه طفلي بلش يكون عنده سلوك خارج عن إيرادته هذا السلوك مرفوض بالمجتمع لازم أقعد أتحاول أنا ويا حتى بعمر السنتين الطفل فيك تحاولي فيك تفهمي الأشياء أنه هي غلط لكن مو بالموقف ذاته نحنا للأسف كلنا كأموهات أو مربيين بالوقت يلي بيكون فيه الطفل عم بيتصرف أي سلوك غلط نحنا بلحظته بلنا نعلمه القواعد الصحيحة وبلحظته منحط عليه شروط وبلحظته منحط عليه قوانين وانضباطات بلحظة الغضب لا لكبير ولا لصغير بيقدر يتصرف بإيرادته أو بوعيه هو بيكون اللا وعي عم يشتغل طيب أوكي اللا وعي من وين جاي؟ جاي من المحيط اللي حواليه ممكن شايف أقرانه بالروضة عم يتصرفوا هذا التصرف فلبوله النيداء فهو بدي يتصرف نفس النتيجة حتى يتباله نداءه لأنه ممكن بالإحتيال ممكن ما عنده أسلوب الرقة بالتعامل أو اللطافة فعم بيحاول أن يقلد أطفال أكبر منه أو أطفال أو سلوك هو تلبى رغباته فيه أو ممكن يكون المشكلة بالبيت أنه الصوت العالي أحيانا باللاوعي بيكون بمنازل كتير بتحسين أنه هني عم يتقاتلوا لكن هني عم يحكم طبيعي طبعا فهذا الشيء كتير بيأثر على الأعصاب بالمخ فبيرفع وطيرة الإدراك السمعي للطفل فبصير فكرة أنه هو أنا كل ما بدي أعلي صوتي أكتر كل ما بدي أسمعوني أكتر ممكن تكون الفكرة بيتعلاية الصوت شوي شوي تصير عصبية وتصير في من وراها إيزاء نحن بنا نعرف وين المشكلة حتى نقدر نحلها طيب أكي عرفنا وين المشكلة كيف بنا نحلها بنا نحلها بالهدوء بالرواق أبدا ما بدي حلها بالجدل بلحظتها أبدا ما بدي أفرض عليه قوانين أبدا ما بدي أطلب منه اعتزار ولا بدي جادله بغضبه أنا إذا بدي جادله بجادله بعض الغضب وبالوقت المستحسن اللي أنا بدي جادله فيه لازم يكون فيه موهبة قدامه ممكن تكون الألوان بتطل له انتباهه ممكن الموسيقى فأنا بخلي وهو قاعد بهذا الركن باللاوعي بلش أحكي له قصة معينة عن طريق مسرح دمى عن طريق تاركتر معين وأهم شي لأمه هي عم تحكي لطفلة لتعرفوا السلوك الصح من السلوك الطفل ما تحكيه مثل المحاضرة ما تحكيه دائما مثل الإرشاد اللي نحنا تعلمنا عليه من أمهاتنا وللأسف بنقطة معينة قد ما كنا دارسين ونرجى تصرف معينة تكوني رفضتين من لاوعي تتلاقي حالك مثل أمك عم تتصرفي بموقف معين لأنه الظروف أو تربايتنا هيك لكن عم نحاول شوية نغير من تصرفاتنا بس أنت الشرطين نقطة مهمة قبل أنه وقتنا خرص بنحاول نتداركه بس الشرطين نقطة أنه أنا فيني أتعامل حتى لو كان دائما بيقولك أنه ابني كتير صغير ما فيني أتعامل معه أنه بعمر السنتين نستطيع أنه ممكن نبلش بطريقة التعامل بطريقة صحيحة أو نحاوره ولكن نبسط له الأمور قد فيني فعليا نفذها على أرض الواقع لما أقول ابني كتير صغير ما عم أقدر يمكن لأنه كتير صغير ما عم أقدر أتعامل معه وردة فعلة لأنه تكون عصبية لأنه ما عم تطلقها ردة الفعل المناسب نس سنتين قد كيف يبلش يعني بخطوات صحيحة سليمة سريعا لكن يمكن لي خصوصاً عندها ولد جديد وبلش هلأ يكبر وعم تعاني وعم تقولك أنا مش قادرة فعلياً كل هاي الأمور اضبطها تماماً في علم اسمه قلين دومان من عمر ثلاثة شهور بلشت تعلم الطفلي أو الطفل أصغاء للأم لكن نحنا تربينا أن الطفل صغير هاي الكلمة أنه هو صغير ما علي بدي يرد عليه لأنه صغير أوكي معذبني لأنه صغير ما عم يسمع كلامي لأنه صغير دائماً هذا الكلام يلي نحنا عم نحكيه عم نعزز السلوك السيء بدون ما ننتبه دائماً نحنا بدي يكون في عنا النمط الآخر للكلام يلي نحنا للأسف عم نفتقده أو منحاول أحياناً نتذكره لكنه ما نمسير حياتنا أنه نحنا دائماً نعزز الشيء الإيجابي والطفل من عمر سنتين هي البزري بس له تصير شجرة هي بدأت بلش ببزري فهو من هون المنشأ الأساسي أنه أنت من عمر سنتين مجرد ما الطفل بلش ينطق أنت يعرفي أنه بلش فيه عنده جمل تعبيري يعبر فيها فأنا مجرد ما بلش يعبر أنا لكان هذا الطفل صار عندي صغيري وهو يفهمان علي حتى لو ما كان عنده جمل تعبيريه كتير لكن هو بكلمة ممكن يقدر يستوعب عليه ويفهم عليه نعم يعني رينا معلومات كتير مهمة نتشكريك وإن شاء الله بتنحل هالقصة لعناد آخر شيء إن شاء الله يا رب شكراً لإلك وسعيدين بوجودك إن شاء الله بمحطات قادمة نحكي بطريقة أو بتفصيل أكثر عن الموضوع شكراً كتير إلك شكراً كنعاً كنا